حبت تماما عن مدرب المنتخب ومدرب الاهلي والاستنبل اللي احنا شغالين عليها بان كم يوم وحقف مع بيان مجلس ادارة شركة غزل المحل اعلن مجلس ادارة شركة غزل المحل للكرة القدم برئاسة المهندس علي العباسي خلال بيان رسمي انه هيقدم شكوى الى ربطة الاندية المحترفة الاتحاد المصر وكرة القدم مطالبا بايه باعادة مباراة فريقه امام النادي الاهلي عقب اخطاء الحكام التي تسببت في هزيمة الفريق وتعرض لخسارة ثلاث نقاط وطلب من ربطة الاندية وطلب من اتحاد الكرة قاف حكم المباراة عبدالعزيز السيد عدم اسناد اي مباراة قادمة لي لفريق غزل المحلة اعادت المباراة ضد النادي الاهلي لانه في مخالفات جسيمة في تطبيق قانون كرة القدم واهابوا بالاتحاد وبالربطة اتخاذ الاجراءات اللي من شأنها ارساء العدالة بين فرق الدوري والنهوض بمسئولياتهم تجاه اطراف المنظومة ورتبنا نفسنا المرة دي لو ما فيش وقفة حاسمة سنقوم باتخاذ قرارات من شأنها مقاطعة جميع المصابقات الخاصة الاشرافكو الدوري وكاسر ربطة تجميع كل الاخطاء والمواقف التي لم نأخذ حقنا فيها وارسالها مرفقة بشكوى لاتحاد الدولي الفيفا مع احتفاظ مجلس الادارة بحقه كاملا باتخاذ ما يرى من اجراءات تسعادية اخرى يرى فيها حفظا لحقوقه المشروع ده كلام جميل جدا هاي انا الحقيقة انباراة في الاستوديو التحليلي ومعايا كان كابتن طه اسماعيل كابتن محمد ابو العيلة وكابتن عماد متعب معانا في التحكيم كابتن الكبير كابتن سمير محمود عثمان فقلت يا ده يا دوق ايه ده انا ما كنتش بتفرج على الماتش او ما كنتش بحلل الماتش كنت بحلل الماتش تاني اكيد يعني هتدور على الاخطاء ناخد مثلا حالة الطرد اللي كانت في الاخر مثلا نشوف اخبارها ايه هل اه اه في الدقيقة كانت كام اكتشفت انها في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضقع او في الدقيقة اربعة وتسعين وكان مدي ستة وتسعين دقيقة ولعب للدقيقة مية على ما طلع وتفرج وشاف وبعدين قرر حالة الطرد هل حالة الطرد دي اه اه يعني كانت لا تستحق ولا كانت تستحق ده يعني اه كان اه مهمة اوي انه انا اشوف يعني القصة شكلها ايه يعني هل اه وهل القصة وهل اه حالة الطرد دي اه لو حتى مش صحيحة لو مش صحيحة وهي صحيحة بالنسبة مية في المية والحاكم ادلو في الاول انذار يعني ما ادلوش في الاول كارت احمر هل اه اه اثرت على اه اه نتيجة المباراة ولا ما اثرتش على نتيجة المباراة وده برضو مهم ممكن يكون دقتين اه اه برضو بفرقوا جايز فبصينا في الاعادة الراجل نفس الحاكم اه راح مغير قراره راح مدي اه كارت احمر وحتى احمد الشيخ في منتهى الادب والاخلاق قال شكرا جزيلا واشاد بيم برح كابتن سمير محمود عثمان فدي حالة ناخد البنالتي لانه برضو مهم ما هدي التلات حالات اللي اه اه فيهم كلام يعني اللي غيروا ودي مع الكرة الهدف التاني بتاع النادي الاهل يعني ناخد البنالتي ونشوف هل فيها ضربة جزاء ولا ما فيهاش ضرب اه زاقة موجودة اه دي الزاقة ودي الرجل وكل يعني مواصفات ضربة الجزاء صحيحة اه موجودة وبالتالي في ضربة جزاء صحيحة وهو اكيد نفسه خالد سامي عارف انه غلطان طيب ادي حالة الطرد صحيحة ودي البنالتي صحيحة الاتنين بنزلت نافل من قلت بقى لزمينة النهاردة وقال بقى نسوي هتلي بقى هدف الاهلي التاني من اوله لانه قالوا لي ده فيه فاول يعني عنيف جدا على عمر السلية ده في اللعبة الاولى في اللي جي منها الهدف وتسببت فيه الهدف التاني للنادي الاهلي هدف الفوز وهعدهلكو بدل المرة عشر مرات وهعملهلكو بالزوم القريب كمان يعني معشان بس نعرف يا جماعة وحقرلكو كده بينها وبين شوية القطاط في مباراة القمة الاهلي والزمالك هي دي اللعبة اللي اخوانا الاعزاء الاصدقاء صديقه جدا جدا وانسى علي العباسي هي دي اللي بيعترضوا عليها هي دي اللي بيعترضوا عليها انها كان فيها فاول ولم يحتسب وبعد كده جي منها الجون فخسر فريق غازل المحلة فنشوفها لا الله يخليك تاني يا واقل طب نشوف كده يعني طب انا قربها لكم اكتر من كده ايه يعني اعمل اكتر من كده ايه تاني ادي الكورة ادي عمر السلية ادي اللي عبها ادي خد الكورة وصلها واقف 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 هو الحاكم عبدالعزيز السيد فين بص حضرتك ده على بعد بالزبط خطوطين وما فيش حد قدامه والمساعد الناحية التانية قدامه الكورة ماشي وخلي بالك بقى هتشوف اليد اللي مرفوعة ايد لعيب غازل المحلة مش ايد عمر السلية الكورة وصلة لرجل عمر السلية كمل بس رجل لعيب المحلة حتى ما ترفعتش يعني عارف لو رجل لعيب المحلة اترفعت فقولك رجل وجات فوق رجل فبالتالي ضيعت عليه فرصة هدف وهتلنا خبير تحكيم يا جماع يعني هتلنا حد غير كابتن ساميرا عثمان مثلا عشان الكابتن ساميرا اللي كان في الاستوديو مبارح يقول لنا القصة شكلية قد يكون عنده وجهة نظر غير وجهة نظرنا برضو فادي الراجل لعب الكورة هو خدها ولا زاء ولا دفع